بسم الله والابن والروح القدس الاله الوحد امين قضية اخرى من القضايا الساخنة اللي بعض الناس ممكن تتكلم فيها عشان بس لو سمعتوا كلام كده ولا كده تبقوا فاهمين قضية اسمها التأله التأله ايه دي كلمة دي تخوف؟ كلمة دي مقبولة؟ في ناس كتيرة مش عارفة ايه دي كلمة صحة ولا غلطة؟ وطبعا حتى في الانجليش ليها كذا كذا تعبير دي دي كلمة اللي اصلها يوناني لكن هي فيه ديفيكيشن دي او ديفيكيشن اللي هي تاخد من اللهوت يعني وفيه حتى ساعات ناس بتسمى بترجمها جلوريفيكيشن وغض النظر عن المسميات هي كلمة اولا لازم نعترف هي مش جاية في الانجيل بحرفها كتأله لكن استخدمت في اقوال الاباء فبداية ما نقدرش نقول الكلمة غلط ما نقدرش نقول كده لان في بعض المتشددين يقولك الكلمة دي غلط وما جاتش لا جات حتى في كلام القديس اساناسوس جات وفي اكتر من قديس استخدم لكن استخدمها بانهي معنى وفي اي حدود هي دي بقى الخطورة لانه ما تنسوش كلنا حافظين من سفر التكوين انه اول حيلة للشيطان كانت ايه تصيران مثل الله فلو حد فاهم الكلمة على انها مساوالة الله او استبدال الله بالانسان يبقى طبعا غلط وما ظنش حد فيكو هيختلف على دي مش كده لو هناخد كلمة التقلق بالمعنى الشيطاني بتاعها ان احنا نبقى زي ربنا مستقلين عنه طبعا دي مصيبة ما هو ده الالحاد المعاصر ما هي دي الوسانية مش كده لكن التقلق بالمعنى البسيط قوي بتاعها هو الاتحاد بالله ودي بقى هوريكو قد ايه الكنيسة موافقة عليها وشغالة عليها فتلاقونا في الليتورجيات او في صلواتنا ما نستخدمش كلمة التقلق لاحسن حد يفهمها غلط لان فارعون كان شايف نفسه اله مش كده فسفر الاعمال هيرودس قالوله هذا صوت اله لصوت انسان انبسط بروح هدي التقلق الغلط ان هيرودس اعتبر نفسه اله وفارعون اعتبر نفسه اله دي مصيبة لكن هل احنا تقلهنا لا تقلهنا دي كلمة خوف لكن احنا خدنا الروح القدس طبعا يعني ربنا سكن فينا ايوة يعني بقى اينا ولاده صح كل ده سمتقلق فمي المعنى بس احنا هنقول بقى الكلام اللي واخدين عليه بلاش كلمة تقله لان استخدامها ساعات يسحب في اتجاه فلسفي لخبطنا لكن نقول احنا ولاده طبعا ما ولاده يبقى ولاد ربنا فادي المعنى التقله البسيط في الفكر الارثدوكس احنا في شركة مع الله طبعا ما شابونا كل يوم يقول شركة الروح القدس اذا القضية هل المسيح جعلنا آلهة وباي مغزى احنا المسيح جعلنا شركاءه شوف مثلا لان انا قصرنا شركاء المسيح دي ايه ايه احنا شركنا المسيح بس في ايه يعني قدنا قد الروح القدس لا لا استنى لا لانه خلي بالكم من الحيلة انه كده في ناس بفكرها ممكن يشط كأنه الانسان اترفع خالص وبقى زيه زي ربنا لا ومظنش حد بيقصد كده لكنه لو حد قصد كده بقى طبعا قمة التجديف على الله لانه فيه تعبير كتاب يقول مجدي لا اعطيه لاخر بابا شنودة كان له حكبة لمرضه على الموضوع ده من 30 سنة قال حاجة مهمة قال الشيطان في موضوع لهوت المسيح يمشي في التجاهين يا يقلل اللهوت في المسيح فيطلع المسيح مش اله كامل يا يرفع ناسوت البشر عشان يسويهم بالمسيح شاهمتوا بيعمل ايه؟ نقول تاني السيطان عارف ان الايمان بالمسيح كاله حقيقي متجسد ده اساس خلصنا مش كده المسيح هو مفتاح السمم فالحتة دي لازم يخبط فيها طلع لنا اريوس يقول المسيح مش اله قوي نص اله ربع اله تحت اله شبه الاله بس مش ربانه طبعا الاريوس هيهم صيبة وطلعت شهود يهوى وطلعت مش اكل وبيلعب لعبة تانية ساعات يقول البشر زيهم زي المسيح تمام بصوا برضو غلط شاهمتوا الفكرة مهما ترقينا في النعمة مهما خدنا نعمة ربانه احنا ككنيسة نيجي القدس بعد كل العز اللي فينا نقول احنا خطى ارحمنا يا رب مش كده ما بنجيش الكنيسة نقول احنا آلهة زينا زيك لا لا حاج بيعمل كده تعالوا نفهمها اكتر ربانا ياسوع له المجد استخدم الاية دي المزمور قال انا قلت انكم آلهة ودي طبعا بتعجبهم الحتة دي المعتردين وبانوا العلي بآلهة بمعنى ايه؟ بانوا العلي ولاد ربنا لكن مثل الناس تموتون يعني هتفضلوا كبشر ايه؟ طبيعيين كبشر وكاحد الرؤساء تسقطون وانا لو اله هموت متت البشر العادية وانا لو اله هغلط ما انا بغلط كل يوم يبقى واضح انه حتى لو اعتبرت ابن لله ده ما لغاش ان انا انسان ضعيف بغلط وبموت ربنا يسوع له المجد كانوا هيرجموا لانه قال انا ابن الله فقال لهم على فكر ده الوحي اعتبركم انتو قاله قالوا له لسنا ان ارجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديد فانك وانت انسان تجعل نفسك الهنى الاية دي تؤكد ان اليهود فهموا ان المسيح بيقصد انه ربنا فكانوا هيرجموه فقال لهم ايه هليس مكتوب في ناموسكم انا قلت انكم الهنى اذ قال الهنى لأولاك الذين صارت اليهم كلمة الله يبقى المسيح حصد بالهنى اللي بيسمع كلمة ربنا ويقبلها هو خد نعمة كبيرة اوي فصار ابنا لله لانه قبل الكلمة وتعمده بقى ابنا لله لكن مش قالها بالمعنى الكامل ولا المعنى الحرفي طبعا فالذي قدسه الاب ده بقى حاجة خاصة بالابن المسيح نفسه هو القدوس وحده وارسله للعالم تقوله عليه مجدف لانه قال ابن الله يبقى في الفكر المسيحي التأله هو البنوة لله وخلاص الحتة دي سهلة ابن التأله اذا كنا هنفهمها معناها ببساطة ان احنا مجد اولاد الله عشان كده ساعتي ساموها جلوريفيكيشن كلمة دي ألطف وأخف يعني التمجد طبو مالك ما الكتاب بيقول ان كنا نتألم معه ايه نتمجد ايضا اذا التأله في المفهوم المعتادر الارثوذوكسي هو الاتحاد بالله والاتحاد بالله بيأتي بعمل الروح القدس في الاسرار انت اتحادت بالمسيحي وما تعمت الروح القدس ساكن فيك ده نعم الاتحاد لما بتاخد الجسد والدم يثبت فيك المسيح بيثبت فيك بتحيا به في اتحاد فالاتحاد بالله فكر مسيحي خالص سليم مليون في المية وساعات كلمة الاتحاد تأتي بكلمة الشركة سيقول ايه احنا بنكلمكم ليكون لكم شركة معنا اما شركتنا نحن مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح هل عشان احنا بقينا شركاء نعمة ربان شركاء الروح القدس شركة الروح القدس شريك المسيح له الماجد هل ده معنا انت والمسيح رأس برأس لا طبعا دي نعمة يعني رباني يسوع منت تضع وداك روح لكن هل انت بقيت قدوم ما حدش بيفكر بالطريقة دي واللي يفكر بالطريقة دي بقى طبعا لخبط الدنيا وطلع برا الايمان المستقيل من ملئه نحن جميعا اخذنا من الوحيد اللي فيه كل الملء المسيح هل انت كإنسان فيك كل ملء اللهوت لا طبعا انت إنسان فيك نعمة ربانا فيك روح ربنا فبقيت ابن ربنا هذه المعاني بقيت متحد بالله ربنا سكن فيك كل ده كلام مقبول قوي لكن لو هتاخد التألح بالمعنى الاكستريم كأنك بقيت اله حاسب يا اخويا ده انت بتغلط كل يوم اله إلا هيغلط وانت رايح تموت في الآخر يبقى دي مبالغات محدش هيقبال بصوا المعنى الجميل ده إن أحباني أحد يحفظ كلامه ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا يعني الثالوس الأقدس يسكن في بيتك أو في قلبك هذه شركة الروح القدس هذه شركة الثالوس يقول أنا في أبي وإنتم في وأنا فيكم ومع هذا علاقته بالآب لا يمكن تكون بنفسه درجة علاقته بينا ليه؟ لأنه هو من نفس جوهر الآب هل انت من نفس جوهر اللهوت؟ فاهمين المعنى؟ ديفاين نيتشر يخص ديفاين نيتشر ديفاين نيتشر ديفاين نيتشر is not yours you are a human nature بس انت خدت نعمة الشركة أو الشيرينج أو الفالوشيب أو البرتيكينج أو البرتيسيبيشن كل ده مقبول ككلام مرة تاني بوليس يقولها ازاي يعطيكم بحسب غين المجدو تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم يبقى المسيح هيحل في قلبي وقلبك طب دي حاجة كبيرة اوي ايوة كبيرة اوي دي اللي ساعات يسموها التقلق طب ومقاله بس من غير كلم انت قاله عشان ما نطلق بطس قول المسيح في قلبي ماشي احنا بنقولها في التراتيل كتير ومش الروح القدس هو روح المسيح طب خلاص يبقى المسيح في قلبك بروحه لكن ومع هذا انت ما بقتش مسيح بالحارف لا والمسيح ما بيغلط لانه قدوس لانه غير محدود لانه قادر على كل شيء دي صفات تخصه وحده ما تخصكش انت كإنسان مهما خدت من النعم وهنا القداسة جماعة تأخذ من النعمة اكتر واكتر فيبنى عليه جمال المسيح اكتر واكتر لكن المسيح الكامل ملوش بديل ملوش مثيل هيفضل شخص وحيد ووحيد الجنس كمان نفس معنى التقلق ده اللي قاله انا كارما وانتو الاخصان كل غصن فيا يبقى حصل نوع من الايه من الابايدن دفاين ابايدن مي ثبات فيكسيشن يونيون يونيتي كل ده كلام مقبول فالوشيب شيرينج اوكي كل دي كلمات كتابية مقبولة لكن التقلق ما جتش كلافظة في الكتاب تاني بقول جت في لغة الاباء عشان يودونا جمال النعمة عظمت نعمة العهد الجديد قدقت رفعنا رفع كبشر فوق الملايك بعد التجسد والفداء ومع هذا محدش خالص من الاباء اتكلم عن المساواة بالله او ان الانسان صار معصوما من الخطأ او صار الها كاملا ما هشأل كده خالص في الاباء انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتاني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد بقى ده كله ايه كل ده يتحط تحت كلمة التأله بس الافضل ايه ما نستخدمهاش كتير لألا نتلخبط شبه صورة الابن ايضا تقال على التأله فكلوسي واحد يقول ايه اراد الله ان يعرفهم مجد غنى مجد هذا السر الذي هو المسيح فيكم which is christ in you christ in you تعني you are the real christ no ما كلنا فهمنا i'm christian because christ in me his spirit in me so انا christian i'm christ like لكن ما حدش فينا فهمها ان انا انا بقيت المسيح لأ لأ بالروحة شوي لأن كده شرخت زيادة دي الحتة اللي الكنيسة بتقول ايه حسبه لحسن حد يمشي في الاتجاه ده ينسى روحه لأنه لو بقيت كده طب هترجعت وقول انا خاطي ازاي هتعترف انك ضعيف ازاي هتسجد للارض ازاي هتحتاج ربنا ازاي ما كل ده ما يتفقش لو انت بقيت ايه اله كامل اذا خطورة استخدام المعنى التأله بدون حكمة انه ده بيخلي الانسان يصاب ببر ذاتي بتعاجب بافتخار بكلمات رنانة براقة كأنه احنا بقينا آلهة احنا ضمننا السماء احنا خلاص الملكوت في جبنا احنا بقينا يا عم بالراحة شوية ده انت بتطلع بعدها بساعة بتزع يعني خلينا واقعيين شوية لانه الناس عاد تتكلم كلام شكله حلوة اوي بس هو كلام في الهوف واقعيين احنا تحت الالام وبنجاهد عشان نتشبه بالمسيح كل يوم كمان ممكن يشوش على عقيدة الثالوس يعني ايه يظل الثالوس هو الثالوس والله ينضاف عليه ربوع يعني البني ادم هتحط جنب الاب والابن والروح القدس في الاقانين حاشة طبعا يظل الثالوس الاقدس يستحق العبادة والسجود الى الابد وحده هنا كمان خلط بين مجد المسيح الخاص به وبين ما يخص المؤمنين من تمجد يعني ايه ربنا بيكرمنا بيمجدنا بيعلينا بينورنا لكن لن نتساوى معه ابدا لانه يظل هو الاله وحده بدون مدين احنا بقى في اللي ترجع نقولها ازاي صلواتنا بقى صلواتنا تلاحظوا ما بنقولش التألو حد فيكو سمع كلمة التألو او في الاقبية او في القداس ما اسمعنا هاش ليه يبقى كنستنا وعيه هتدينا كل المعاني المزبوطة بس مش هتقولي كلمة اللي تحتمل الفهم الخطأ تقول اعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونباركك ما هو ده تألو كل يوم الصبح نقوله خلتنا ولادك كالترخيرك مثلا هالأمة تفضل وحل فينا بنكمل الروح القدس هدي المعنى بتاع نعمة العهد الجديد اللي خلت ربنا فينا رشم الصليب نفسه يعلن عن شركة الثالوس باسم القاب لا يرى والابن بشاور على نفسي مش انا الابن لكن الابن بقى ابن البشر نزل الى عالمنا بقى واحد مننا وبعدنا حطوا صباحة على قلب بقولوا الروح القدس لان روح القدس دخل القلبي لكن رشم الصليب يعلن التصاقي بالثالوس شركة الثالوس لكن لا يعلن التأله انا ما بقيتش ربنا لكن يديني نعمة يديني قوة يخلي الشيطان يتفزع مني لان انا تابعه دلوقتي حدش يقدر يكلمني انا تابع المسيح وهو اقوى من اي شيطان مثلا في صلاة سرية يقولها الكاهن ليصير تناولنا من اسرارك ليصيرنا بصوا الجملة دي دي من صلاوات الكاهن السرية اللي ما تسمعوها يصيرنا تناولنا من اسرارك المقدسة واحدا معاك يعني واحنا بنتناول بقينا واحد معاك لزقنا فيك الى الانقضاء لانك انت هو ابن الله يبقى تعله تاني عشان لو سمعتوا الحوار الدائر على الكلمات الرنانة دي ما تنزعجوش احنا الكنيسة ما بتستخدمش الكلمة دي مع انها موجودة في كتب الاباء تخوفا من الفهم المبالغ فيه لكن بتستخدم المعاني السليمة زي التبني زي شركة الثلوس أو شركة الروح القدوس لان دي معاني مقبولة وسليمة